سلام عليكم أهلا وسهلا فيكم حبيبي عزيز المتابع يا أهلين وسهلين اليوم يا جمعة الخير رح نسوي تحدي من أخطر تحديات اللي قد سويتها يمكن والله من أخطر تحديات حقيقي اللي هو و ليني أنا أم حالك هذه رح نوقف عليك الحبيبي وعزيز المتابع لفترة غير محدودة كيف؟ نعم راح نوقف علينا الاكل لفترة غير محدودة راح يكون الحكم بيننا الميزان اللي راح يعدل إذا أنا كنت كذب يمكن اكذب ما تدرون؟ يمكن اكذب؟ لا 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 صد اخ راح يكون بيننا الحكم الميزاني جمعات الخير راح نجربنا ننقطع لها كل الفترة غير محدودة ممكن تسمر الفترات طويلة بس ما توقع انا راح عده الـ 3 و 4 و 5 ايام ممكن بكثير ولكن في شي مسموح طبعا اللي هو اني اشرب موية اكفوا نزودوا عليها الليمون لان في احيان اكره الموية وحط عليها ليمون ما ادري ليه ولكن خلو الليمون تقفوا اني طعبت والله يده ليمون بس اول شي راح نقوس وزننا ونشوف كم كيلو الان ترى ازال الله دي ساعة من مرة وقلت خلني اضرب الهدفين بهدف واحد طيب تعال نشوف الوزن كم الخير هذا هو الميزان والحين صفر صفر على متكد عمد جايزة مية واربعة الله ما مية واربعة اي جماعة الخير مية وخمسة وزنية جماعة الخير مية وستة نقول نقول مية وستة راح نبغاك تتوقع معاي حبيبي عزي المتابع توقعين كم يوم راح اقعد شي الثاني كم راح انزل من كيلو دقيقة بس او بغا اخذ الصورة قبل ما نبدأ اه ثمانين لا اوكي يلا السلام عليكم جماعة الخير توني صاحلة قبل يمكي مكي بأم الساعة صلينا مرحيم برا طلع نمشي بس خلونا نوريكم الجو والله يو يو جيب بقى بعد يطلع كيف ليتيب بالله شوف الجو يا جماعة الخير الله احنا بدأ نطلع قبل ما نطلع لازم نحط للقطو اكل بس ونطلع على الطب هذا هو جو هلا 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 تعال يلا الحين نطلع كارديو لمدة من نص ساعة لساعة نص ساعة لساعة ايوه طلعت الشامس وجي تفتح حرفيا لي ما يقارب والله لي فترة لي خمسين دقيقة متى انا قاعد امشي طيب يا جماعة الخير لنا الحين ما يقارب 14 ساعة كليل نستخدمها نحن نشرب مويا الحين الساعة ممكن تدخل 9 الليل او 15 ساعة ممكن ممكن 15 ساعة ما انا قاعد احس بشي كبير ولكن يجي نجوع واسكتها بمويا والامور زينا ولكن مثل ما انتعارف يعني اذا نزل عندك الله يسلمك لا اله الا الله الاكل تصير يعني ودك اكيد ودك تاكل دقيقة والله بتعفذ المقطع كثير والله طبعا اذا قل الاكل عندك شو صير يصير ما فيه اي مصدر طاقة يستخدمها الجسم ياخذ الدهون يا جماعة الخير ويحولها الكارب بعدين يستخدمها كمصدر طاقة هذه فما راح نقوس الان وزننا باذن الله اول ما نصحة راح نقوس وزننا ولكن قاعدت منتج اشتغل على المقطع هذا اللي قاعد اصوره يعني كل ما اخلصت جلزية امنتج عشان اطير الوقت بسرعة فخلصت ممكن ما يقارب مقطعين الان وهذا الاحين شغال على المقطع هذا اللي قاعد اسجل احيان بعد ما اخلص من هذا المقطع راح احطه على سطح المكتب واذا اصحيت بكرة راح ابدأ اشتغل فيه وبحاول ان اجهز الثامنية برضه بكرة اشوفكم الصبح خلصنا ممكن نقول بعد ما اصحى باذن الله اننا راح نقوم خلصين 24 ساعة يابا صواح الخير حين الساعة كم سبع ومكسبع ونصف الصبح واضح ان النوم اقوية هي النوم اقسم الله العظيم مرة جميلة ولكن شوي اصلا هذي مشكلة ثاني جمعة خير بدخل دورة المياه ماكلت شي ليه بدخل دورة المياه ما يدري بدخل دورة المياه وبعدها راح نقوس وزننا كم راح يكون طيب جمعة الخير كم توقعون نازم كيلو 104.4 104.4 يا سلام حب نطلع جمعة خير نمشي ميطار من الشاحة بس انا خفت من دالة اشياء حالي وبرضي يكون كارديو نحرق دهون اسرع واكثر والله العظيم اذا تبون الصدق الحد الان الوضع عايدي عايدي مرة ولكن صرت معدس تصيغ الموية معد ودي اشرب موية وبس خمول يعني كده من فوق عيني حسته تغمض الحد الان بعد 24 ساعة موري الحد الان ممتازة السلام عليكم الساعة الان ما يقارب عشر وعشرين دقيقة الصبح اعلمكم اش قاعد احس في انا الحين والشي سويته خطأ حرفيا تلقفت ورحت سويته رحت الله يسلمكم جوجل جوجل والبرنامج الوحيد اللي لا تشتكي فيه عن مرض فيك او دوخة لا لا على طول يعطيك عذب الله امراض ثانية لا تروح جوجل ابد 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 هذا الخطأ لي وسوس بي حرفيا لكن حاب اقول لك من اول ما ارجعت وانا منسدح ما اقدر اقوم احس ما فيه يعني طاقة ودي انسدحه بس اقعد على الكرسي مثلا ابو عشر ثواني كذا اروح انسد على طول حتى اليوم نشاطي كان سيء مرة مشيت ما يقارب 2.3 نرجع ورا قبل امس كنت ماشي 6 كيلو امس 6.40 قبل امس كان نشاطي 13 كيلو ماشي بشكل متقطع يعني هذي قبل قبل يعني ما اوقف عن الاكل الحرفيا الباقي كلها 7 كيلو 6 كيلو 12 كيلو هذي كم 3 كيلو هذي 11 كيلو 8 كيلو 11 كيلو يعني نشاطي انا كويس كم مارست رياضة كد دائما متعود ان اصحى من النوم على طول اسوي كارديو على معده فاضي عشان احرق الدهون ولكن احين بديت اوسوس من الدوخات اجيين الدوخة او احيان اوقف كذا ولكن زين فيها ترى احس يعني عقلي صافي شوي بس قاعد افكر في الجوع والله ماني قاعد افكر في شي ثاني قلوني اوريكم شي ثالث بطيكم معلومات اليوم معلومات طيب يقولوا كذا توقفت عن الاكل المدة 24 ساعة بعلمكم وش الاشياء يقولك عندما يتوقف الشخص عن تناول الطعام لمدة 8 ساعات سيعمل الكبد على استخدام الجوليكوز المخزن داخله ومع الاستمرار في الامتناء عن الطعام سيدخل الجسم في مرحلة استخدام استحداث الجوليكوز يفرق اشياء انا ادخل لكن يقول لا تسوي رياضة اللي يوقف على كل يقول لا تسوي رياضة قريت معلومة في جوجل طبعا جوجل وما كلها صدقه كذا والله العظيم اني قاعد اجوع يا الله قاعد اشم ايش يحس حاسة الشوم قوية مره بره 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 احس اخر يوم بخرفها بروح مطعم بافلم افلام حربية ولكن الامور زينة يعني والله الامور زينة ان شاء الله نحن كملنا يمكن يوم واربع ساعات او يوم وخمس ساعات وحنا ما اكلنا شي ونزلنا من امس اليوم يمكن كيلو ولكن ما ندره كيلو دهون او كيلو والله يسلمكم سوائل ولكن اني قاعد اجوع والله فيب السلام عليكم السلام الخير يا جمعات الخير ما عدا اقدر اتحمل والله ثلاث ايام وحس بتعب غير طبيعي والله اه مرة مرة تعب تعب غير طبيعي دوخات دوخات بشكل مخيف فاتوقع اني راح اخربها بعد مرور ثلاث ايام ما اكلت ولكن قبل كل شيخة نشوف وزننا كم وصلنا وزنها بذن الله نحن 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 تحمل بالذن الله اذا انا اجاب تحرير فيبين اللي اذن اجاب الميزان بذن الله مئة واثنين ونص توقع ان الوزن كده نزلنا كم نزلنا ما يقار 3 كيلو خير أكثر حاجز الثلاثة ارقام هذه وأصور رقمين يعني اوصلها ٩ ٩٩ فأتوقع بني راح أستمر. ما راح أقطع. فالمشكلة اليوم خميس شكلي ما راح أطلع ولا روحي مكان. هي هذه البيضة ووضح الجوع. هذه الليموني راح نصرها مع الموا. سوى نجيب هذا الكاس. خلاف ما عدا اقدر حين اشرب موايا. موايا ساعدوا ما تقدر. بتاع تريعيال. كل شي شوفو حجو. كل شي. بس عم بالله العظيم. ليمون. حتى الحبوب حقاتها شوفو حجو. الحين هذي نخلطها بموية. الحيني شرح. زين في ليمون ما عادي يحس شاكنك وديك تاكل. شاكل بميسكين يا اخي و الله بنانوم ضعيم مرة. شاكلها لزهدت حدياتي. لقد اصدر عمي و في جلدني جلد. اول ظهور لي في شمن في جمعة الخير. طالع الصلاة الجمعة. سيارتي ما وجودة. أخذ سيارة ثانية. اوكي. مطلع حيني سيارة ثانية. اه. دخل دخل دخل. دخل دخل بجوع. لا الله يا رب ما افقد صبر قصم بالله عظيمة جمعة الخير مساء الله الرحمن الرحيم اطلع للصلاة اوكي الحد الان والله الوضع تمامي اخي مرة ما ادري كيف يرتفع نشاطي تدرون اني داخل دارة المياه قبله شوية جمعة الخير ولكن انا اتوقع انه بلاغ وهمي مو حقيقي شي شي وهمي مرة زيد على كذا طلعت لي فكرة مرة جبارة اه ركزوا معاي مرة جبارة مرة 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 وكلكم رح تشاركم في الفكرة هذه وذكروا ان هذا وعده دين علي ذكروا هم بعد احس في شي غريب وشهو بقولكم يا والله العظيم يا اخي احس في سواد اناظر كذا في سواد من هنا سواد من هنا امس طالع كني شكاق قسم بالله العظيم احس في شي مرلمي كذا ظلي مرلمي ما ادري هل الجوع يسبب الحالات هذه او مخي فصل ونرفزها بسرعة اتنرفز بشكل غير طبيعي زين ما في حد البيت عندي والله الحمد الرب ولا قسم بالله اني اتنرفز بسرعة عدا قدر اصبر رحت المسوصف ببسوا بغض والسكبر اشياء هذه مرة مرة ما اقدر تسلح مني هاليا هل المسوصف حيني بخلا نحطين هذه هنا مكانها غلط جوعتي خير قاسوا فقط قاسوا كل شي قال كويس فكل شي كويس دخلت بس بسبب انك ما اكلت قال لي لازم تاكل سمريت زكيق وهذه مرة مو كويسة ما ادريهش فتوقع جمعة الخير انه هنا النهاية لكن قبل كل شي لازم راح اقص وزني واشوف كم وصلت فبطلع الحين البيت اقص وزني واشوف كم وصلت وبعدها بطلع اكل اكل ما قد اكتبت طيب جمعة خير راحين يوم الحسم راح نشوف كم وصلنا من كيلو اخ باذن الله انها رقمين يا الله هارم 100.3 يعني نزلنا ما يقارب 6 كيلو طيب استفدنا من هذه التجربة نحن نقدر نستخدم اسرع طرق للنحف لكن هذه الطريقة علميا مرة خطيرة جسمك يحتاج للأكل لانه هي مصادر الطاقة الداخلية ممكن حرمانك من الأكل يدخلك الى اكبر المستشفيات وتصير فيك امراض مزمنة ومستمرة فاتمنى الكل يتجنب هذه الحركة وانا قاعد اكلمكم من واقع تجربة من شخص في يوم من الايام كان وزنه 134 وفي سنة 2020 وصل الى وزن 73 مريت في مرحلة الحرمان كنت بعض الحيان اقعد فترات ما ااكل ولكن الحرمان هذا في يوم من الايام دخلني الى احد المستشفيات واخضعة العملية تستمر الى 18 ساعة اتمنى ما حد يجرب واشوفكم بمان الله السلام عليكم